وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتباة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والباية بأسعار أزيادة من السعر الرسمية تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 806 قضايا تمونية مستندية وعينية بمضبطات ملغة 911 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلائي على السلع المدومة تم ضبطه 258 طن وفي مجالي حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد الأرز الشعير والباية بأزيادة من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبطه 629 طن وفي مجالي عدم الإعلان على الأسعار بقصد البيع بأزيادة من السعر الرسمي للسلع تم ضبطه 24 طن وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبطه 983 قضية من بينها 180 قضايا خبز نقص الوزن و153 قضايا خبز غير مطابق للموصفات وفي مجالي القضايا التنمونية متعلقة بغش الأعلاف والباية بأزياد من السعر الرسمي تم ضبطه 14 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 398 طن ترجمة نانسي قنقر